عقد بالعاصمة عدن الاجتماع الثاني للجودة ومكافحة العدوى في عدد من المستشفيات في المحافظات المحررة لمناقشة تقارير الإنجاز في مجال الجودة ومكافحة العدوى والخروج بتوصيات هادفة للرفع من كفاة إدارات الجودة وتحسين الأداء وأكد الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المريب ومشاركة مدراء مكاتب الصحة ومدراء المستشفيات ومدراء إدارة الجودة ومكافحة العدوى في المستشفيات على أهمية تعزيز الخبرات والتجارب والاستمرار في تحسين تقديم الخدمات الصحية مطالبين المانحين في استمرار تقديم الدعم وبما يتماشى مع التحسن والتطور لجودة الخدمات الصحية وفقا لمعايير الجودة الوطنية في ظل لوضاع الرائنة اشتركوا في القناة